قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بزيارة إلى مؤسسة قطر لإطلاق القدرات البشرية كما زار الرئيس الوزراء استاد المدينة التعليمية أحد الملاعب التي أقيمت عليها مباريات كأس العالم لكرة القدم وسجل رئيس الوزراء كلمة في سجل الزائرين وعرب فيها عن سعادته بزيارة هذه المؤسسة المهمة التي تتباوأ مكانة متميزة بالمنطقة